تعرب عن عزمها على بناء تحالف قوي مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة المقبلة هذا ما أكده وزير شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية توبياس إلوود مضيفاً أن أمن الخليج هو أمن بريطانيا سوف نذهب إلى أبعد من ذلك لتعميق التعاون الدفاعي عبر استراتيجيات جديدة مع دول مجلس التعاون الخليجي وتطوير القدرات الدفاعية في كافة المجالات ويعتبر الخليج أكبر مستثمر في المملكة المتحدة وثاني أكبر سوق للصادرات البريطانية خارج أوروبا لذلك تسعى بريطانيا جاهدة للتوسع بعلاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القادمة خصوصاً بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي حيث سيتم وضع ترتيبات جديدة مع دول الخليج دول الخليج بعد قرار بريطانيا بالانسحاب من العضوية الأوروبية بادروا بتوقيع اتفاقية أو قرروا توقيع اتفاقية تجارة حرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا وبالتالي هم يقولون أن العلاقات بين الطرفين سوف تستمر رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسوف تبقى بريطانيا هي وجهة رئيسية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي في الاستثمار والعمل الاقتصادي والتجاري وكان وزير الخزانة البريطانية فليب هاموند أعرب في وقت سابق أن حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 30 مليار جنيه استرنيني سنويا مؤكدا أن علاقة بريطانيا مع دول مجلس التعاون الخليجي ستكون أولوية قصوى للمملكة المتحدة بعد خروجها من منظومة الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تتهيأ فيه بريطانيا لمفاوضات خروج معقدة من الاتحاد الأوروبي تسعى الحكومة البريطانية جاهدة لتطوير استراتيجية التعاون مع دول الخليج خصوصا في مجالات الأمن والاستثمار والتجارة والدفاع دانيا رشيدة الإخبارية لندن